طفرة كبيرة حققها القطاع النفطي المحلي في عالم صناعة التكرير فبعد أن نجحت شركة البترول الوطنية في رفع طاقتها الانتاجية إلى 800 ألف برميل يوميا عبر مشروعها العملاق المعروف بالوقود البيئي والذي استطاع أن يمنح مصفاتي ميناء عبدالله والأحمد القدرة على الاستمرار من خلال انتاج منتجات ذات جودة عالية قليلة الكبريت تتهافت عليها الأسواق العالمية أتى الدور على مصفات الزور والتي من المتوقع أن تضيف إلى الكويت 615 ألف برميل يوميا من النفط المكرر لترفع بذلك الكويت طاقتها التكريرية إلى مليون وأربعمائة ألف برميل يوميا لم يكتفي القطاع النفطي بما حققه من إنجازات على أرض الوطن حيث استطاع أن يرفع طاقته تكريرية عبر مشاريع في عمان وإيطاليا وفيتنم إلى 600 ألف برميل يوميا مؤخرا حملت سلطنة عمان البشرة للقطاع النفطي الكويتي في مشروعهم المشترك بإنشاء مصفات الدقوم حيث كشفت عن تقدم الأعمال النهائية للمشروع لتتجاوز نسبة الأعمال الانشائية أكثر من 98% فيما بلغت نسبة التقدم في التشغيل التجريبي للمصفات 65% لتعزز تصريح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بأن مصفات الدقوم ستعمل بكامل طاقتها الانتاجية مع نهاية العام الجاري كما أن الكويت ووفقا للرئيس التنفيذي التزمت بتوريد 65% من احتياجات مصفات الدقوم من النفط الخام ويعد المشروع من أكبر مشاريع الاستثمار في قطاع المصافي والبترو كيمويات بين الكويت وسلطنة عمان حيث استقبلت خزنات النفط الخام برأس مركز بالسلطنة حتى الآن أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام العماني والكويتي ويبدو أن الأرباح الاستثنائية التي حققتها مؤسسة البترول وشركتها التابعة خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي والتي تجاوزت مليارين وستمائة مليون دينار لن تكون الأخيرة بعدما دخلت الكويت وبقوة إلى عالم صناعة تكرير